دكتور زايد يعني لنفترض أن حتى تظاهرات ما موجودة يعني ولم يحصل هذا الاحتجاج ألا يعني ينبغي أن يفكر الساسة وبينهم الحكومة بإصلاح ذاتها يعني هذه السنين الطويلة يعني هم على المحك يعني وهم يعرفون بأنفسهم كثير من السلبيات واللكعات تقتنف يعني طابع عملهم ولذلك يعني حتى يعني اللي ينتظرون مثلا مليونية صدرية يطلعون مثلا يتحججون أو يتذرعون لنفترض أنه لا توجد حتى تظاهرات يعني نريدها مثل المصطرات تجينا من المتظاهرين الشروط والضوابط وهذه نقبلها وهذه ما نقبلها بل أيها يلا اشتغلوا يعني من عدكم وكأنه لا يوجد متظاهرين ولا حتى يعني تستوعبون هذه المطالب مالتهم بأنه يبدو أنه واضحة عدم قدرة على تحقيق أي مطلب من عده ولكن العجز الحقيقي يكمن في يعني مصارحة هذه الطبقة السياسية لنفسها لذاتها والاستغناء عن يعني هذه النرجسيات وهذه المغانم وكل ما يترتب عليه من يعني انجازات على ما يصف الأخ يقول يعني ما حققوه في العراق وهم لم يحققوا شيئا يذكر أقول أنه يعني هذه السقف المغانم لأنهم لا يحققون